في نقطة كمان مهمة جداً متعلقة بفكرة هو الأهلي ليه دايماً ما بيلعبش الأدوار التمهيدية وليه الأهلي دايماً بيلعب ابتداء من مرحلة الدور التمهيدي الثاني اللي هو دور الـ 32 وفجئنا كده رغم أن الكلام ده من سنين الناس عارفوا أصلاً معايير المشاركة بتبقى إزاي مين بيلعب تمهيدي ومين ما بيلعبش تمهيدي واللي بيلعب تمهيدي ده نتائجه أصلاً كانت سلبية إزاي واللي معفي من التمهيدي لأنه هو أكيد بطل أو تصنيفه من أفضل 3 أو 5 أو حتى 6 هي مرتبطة بس بالعائد نديل هتشارك كل السنة فبنحزف كم نادي وفي الآخر ممكن نعفي 3 ممكن نعفي 6 ممكن نعفي 2 لكن الأهلي طبعاً بطل أفريقيا يعني آخر 6-7 سنين لعب 5-6 نهايات واخد البطولة 10 مرات فلما أي حد يطرح سؤال هو أنا بطل الدور السنة دي قال يا عاب تمهيدي ما أنت مش عشان فصت بالدوري فكل حاجة بالنسبة لك سهلة أنت مش ورق المحلي حاجة ومش ورق الإفريقيا حاجة تانية ده تارجت وده تارجت تاني خالص ده لي معايير وده لي معايير تانية خالص أنا هديك مثال اللي بيطلع كل مرة يتكلم ليه الأهلي ملعبش تمهيدي وهو تاني ولا تالت الدوري الأهلي في مسم 2018-2019 كان بطل الدوري العام بطل الدوري العام مش هقول بقى للسنة الثالثة والخمسة والستة على التوالي الناس عارفت تاريخ الحمد لله 42 بطول الدوري فالناس عارفت تاريخ لكن في السنة دي لما الأهلي كان بطل دوري 2018-2019 والمسم الإفريقي التالي على طول اللي هو 2019-2020 اللي الأهلي فاز به بالقضية في اللقاء النهائي على الزمالك لعب من أني دور لعب من الدوري التمهيدي الأول هل حد طلع وقتها قال أنا بطل الدوري إزاي ألعب تمهيدي؟ بالمناسبة السنة اللي قبلها أنا كنت تواصل نهاء إفريقيا أمام الوداد 2017 يعني أنا السنة اللي قبلها كنت بلعب نهائي مش خرقت مثلا من دوري المجموعات في المركز الأخير لا دا أنا كنت بلعب نهاء قدام الوداد ومع ذلك لعبت التمهيدي وبالمناسبة كنت بلعب فريق من بطل جنوب السودان أو فريق من جنوب السودان اسمه إطلع بر لو الناس كلها تتذكر طبعا السنة ديت والأهلي كسب وعمل سكور ونتيجة كبيرة جدا هل الأهلي اشتكى؟ هل الأهلي تكلم؟ هل مدارك الأهلي قال ليه بلعب تمهيدي؟ ما يا جماعة التفاصيل الصغيرة اللي زادها اللي بتعمل حساسية ما بين الجماهير يعني نتكلم بمعلومات صح يعني ما نتكلمش وبعد اللي ما نقولها مرة واثنين وثلاثة ومحدش عايز يعقب لا إحنا بقى نعقب الأهلي لما فاز بالدوري 2018 لعب المسم التالي 2019-2020 من الدوري التمهيدي هو بطل الدول لأن معايير دي غير معايير دي أنت عشان ما تلعبش تمهيدي يا فندم لازم تكون آخر خمس سنين عامل نتائج على المستوى الإفريقي على أعلى مستوى عشان تبقى على الأقل من أعلى ثلاث أنداف أفريقيا لكن أنت مش قادر تكون من أعلى ثلاث أندية فبالتالي هتضطر تلعب تمهيدي لأن انت نتائجك آخر عشرين سنة مش خمس سنين نتائجك كلها ساعة في أفريقيا فبالتالي ده المعيار اللي قال لي كان بطل دوري لعب دور تمهيدي أتمنى بقى نقفل الموضوع ده عشان ما نعملش حساسيات بين الجماهير لأن المعايير معروفة من زمان وبلاش نلعب على وطر وعواطف الجمهور أتمنى يعني ونقفل القصة دي من الكلمة الشفاءة تاني لأنه مش معقولة كل مرة نطلع نرد لأنه محدش بيرد يعني أنا أتمنى اللي بيسمعوا الكلام ده في المؤتمرات الصحفية يطلع يردوا محدش بيرد ومحدش بيقول ده غلط ده صح الأمور بتعدي